اكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة السيد احمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيسي مجلس النواب ان المشاركة في بحث الاتحاد البرلماني العربي تبني قوانين متقدمة في مجالات البيئة والملكية الفكرية ومحاربة الجريمة بشكل عام حيث جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة في اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من الفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة النماذج الاسترشادية غير المدزمة حول قوانين الجرائم البيئية والملكية الفكرية والجرائم الالكترونية والذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة حيث تقدم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بمرئيات المقترحات عرضت خلال الاجتماع والتي تم الاخذ بها باعتبارها لمسة جوانب جوهرية ضمن الادلة الاسترشادية